موسيقى موسيقى ورجعنا لكم تاني بقى مع فاكرة فرفوشة فاكرة كده تخص الستات بصراحة احنا يعني دايما بنحب ان احنا نوع لكم ونجملكم فقرات مختلفة معايا النهاردة ضيفة متميزة جدا من الناس القليلة اللي انا بعجب بشغلها بصراحة وفي حاجات اول مرة في حياتي اشوفها يعني فيه شغل انا عمري ما شفت اي ديزاينر عاملها رحبوا معايا بامام محمد مصممة اكسسواراته حلي عاملة ايه ايه الحلاوة دي انا مش هتكلم الكاميرا هتجيب وهي اللي تقول اذا كان الشغلة حلوة بلا وحش شغلك حلو جدا 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 طب بنحي ديك يا رب قولي لي يا ستي انتي شغلك عقيق ودليات ونحاس وحاجات كتير جدا صح صح متميزة قوي انتي في النحاس انا عايزة ولي الناس الشغل بس شغل النحاس ده شغل النحاس اه ده شغل النحاس ده انتي اللي بتعمليه بايدك ولا بتعمل انا ليه ورشة بتعمل معايا انا بصمم بس الديزاين وهي الورشة بتنفزولي انتي اللي بتصممي اه بس ده حلو جدا على فكرة ده بيصدي لا لا خالص وبعدين أنا بعمل شغلي كله وبعد كده بطليه بمية الدهب ولو فضي بطليه بلاتين فوقيه فضة فلونه بيفضل معك على طول أنا بدي يضمنع شغلي على طول أن عمره ما يحصل له حاجة ولا غير لون ولا يعمل حساسية ولا أي حاجة طبعا هو كبير يعني تقيل علي عايز أو عايز يتعامل جيمة بس الشغلة حلو قوي دي دي أسورة تشيك قوي ده مثلا يتلبس دينفع يتلبس صهرة ولا ده صبح بس الصبح أكتر يعني الصهرة بيبقى ليه حاجات تانية مختلفة إنما ده الصبح أكتر دي تحسي أن أنت جاية من حاجة فرعونية أيوة أنا عندي كلم في شغلي حاجات فرعونية بعملت زيان فرعوني شك قوي أهي يا جماعة بس الكاميرا بس الله يخليكم شك جدا دي ممكن يتعامل لها طقم ممكن يتعامل طقم كامل عقد بحلق بخاتم بكله يعني أنا ممكن مثلا أجيب لك خاتم وأقولك عايز عليه طقم آه بتحصل معي كتير وبالناس بيتجيبولي عقد وتقولي أنا كان نفسي العقد دي بقى طقم كامل بعملولها حلق وإسورة وخاتم وكله كله أنت بقى اللي بتعملي بقيت الدزاين آه أنا اللي بعمل الدزاين في حاجات بعملها في الورشة وفي حاجات أنا بعملها أنا خاصة في برضو من الحاجات المختلفة غير اللي نحاس دي حاجة جديدة أنت لسه بدأ تعمليها آه دي لسه أنا حتى ما نزلتاش لسه لسه أول مرة تطلع على القناة حلوة قوي قوي سننا جماعنا هلبسها لكم طبعا مش هتبقى ليقة أخضر على أحمر بس ماشي يعني حلوة جدا دي الماتيريال إيه دي القماش قط عشان بتقف الحر وكده هو حلوة ده آه آه والباقي نحاس ودليات من معمولها خشب طباعة خشب أنت بتحتلمي النحاس دي الخليف كل حاجة علشان لونه ما بيغيرش وعشان ما بيعملش أي حساسية يعني فينا تبيب عندهم حساسية من المعادن من المعادن أمتا آه النحاس ما لوش أي يعني ما بيعملش حساسية لونه ما بيغيرش حتى لو اللون اغمق شوية أنت بتقدري تلمعيه فبيرجع زي الأول في طريقة معينة أقل معه طبعا في مواد بتجاب بتلمعي بيها بتسجع زي الأول بس نعم يا ميها استنوا بس الصور حلو قوي ده مبدئيا يعني وانت جايبها الألوان منصقها مع لون بس أنا ممكن مثلا أغير الصورة دي طبعا عايزها صورتي بقى مثلا يعني ينفع آه طبعا بالقردل يعني أنا بحبت لك الصورة وبتعمل طبعا بس جماعة تحفة حلو قوي ممكن تختار اللون في ناس بتقولي أنا عايزة بدل القماشل سادة ده مش أجر جلد النمر كده بيتعمل كله بس يقول لطيف كمان دلوقتي فلسيف اللي داخل وفيه بنات مبتحبش تلبس الطب أو كارينة أو بتاع فده هيبقى لطيف ده بيداري لو أنت لابس حاجة واسعة شوية بيداري وفي نفس الوقت كنك لابس عودة واسكارفة مع بعض على فكرة أنت عملك فن اختيار الصورة أصلا يعني فكرة أنك مختار الصورة الصورة لايقة جدا مع الألوان حلوة حاجة أنا بحاول اختار فرانا اللون السكارف لايق مع لون الألوان الدلات ده أنت بتبذيلي مجهود على فكرة في الحاجات دي طبعا وده نحاس برض أو كله نحاس يعني إحنا عايزين هو طبعا السكارفات كلها حلوة سعايزين إيه نتكلم على كل الحاجات ده إيه ده عقد نحاس طبعا كامل صورة بخاتم بعقد نحاس مع صدف صدف آه فين أنهل صدف ده الأبيض ده أيوا ده صدف ده تحفة ده شيد جدا 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 ده يمشي صهرة طبعا يعني عايز يلبسه وممكن الصبح وممكن الصبح انت من الحاجات برضو اللي عندك اللي عقدة بالي منها انت سايبة هنا مساحة كبيرة طبعا لأن انت بتتحكمي في عقد الطول في عايزة قصير عايزة طويل لو بالنسبة المحجبات بيلبسوا طرح طويلة فيبقى العقدة مش باين لو بشتري عقاد بدي بقى مش باين متطرحة فما لهاش لازمة لا اترمت ده تتحكمي فطوله كنتي برضو بتقولي انه أنا ممكن اتصل بيك اقولك مثلا أنا عايزة القطعة الفلانية فتقولي لي استني بس وانت تخينة ولا رفيعة جسمك عامل ازاي عشان ده بيفرق طبعا بيفرق بيفرق طبعا في العقاد وبيفرق في الخواتم لو واحدة مليانة صابحة تبقى مليانة لو واحدة رفيعة تبقى بالذات الحاجات اللي بتتعامل يعني فيه شغل حيث أنا بعمله في البيت لازم بتتصورلي العميلة بتتصورلي ايديها عشان عارف صابحة تخينة انا من الناس اللي ممكن اشتري خاتم ويبقى واقع في ايدي وممكن خاتم تاني يبقى اوفر وبعدين يا ممكن تقصر ديزاين ما يبقاش حلو على ايديها ايديها مثلا مليانة والخاتم صغير ده ايه ده ده خاتم على شكل بيت نوبي استغلك بيدي ده وتوسع ده شكل بيت نوبي شكل بيت نوبي اوه انا عجبتني الفكرة عبيتها انا لابس بالمشاق لب اوه كده معدول صح حلو قوي انت بتعطي ترسيمي الحاجات دي ولا بيجيلك الفكرة منين ولا هيحكايتك بصي انا بقعدة ساعات تجيلي افكار يعني اشوف مثلا جملة على النت عجبتني فانا عايزة عمل الجملة دي عقد زي ما انا عملك يعني الكاميرا هتجيبك دلوقتي ده انت عملا ده لك اوه ده انا عملا مخصوص لانا عجبتني الجملة ولنا في الحياة في الحياة حياة حلو قوي ده اللولي اللي انت لابسها ده لولي ايه ده لولي بيسموه في شغلنا احنا لولي مزيرة اللي هو بيبقى لولي طبيعي الفرق يعني وفي لولي مش طبيعي ايه طبعا في لولي سنوعي وده بيبقى في منه نوعين في منه البلاستيك ده انا محبش بسرعة اشتغل به وفي نوع ازاز ده بتعرفيه سهلي جدا ان انت لو هببتي لولي في بعض وكده بيعمل صوت زي الازاز انا بحيب طبعا من الازاز بس بتحنقله بيكسر مثلا خالص مستحيل يمسكي العقد ورميه وزي ما هو ده اقيم طبعا اللي بقى لمعيته احلى اه اولا لو تخربش حتى ما بيقشرش ما فيش حاجة ما يقشر ولو تخربش بأجبان خالص تخربش فيه يعني انت قاعدة كده مش شايف العقد زي ما هو يعني حتى لو تجرح منك احجا ما بيقنش فيه غير ان هو اتقل و اقيم يعني شكله اقيم طبعا اللولي المزارع ده اللولي طبيعي يعني بستخدم في الفضة والدهب كمان فشكله طبعا ده اقيم حاجة اعتبر في اللولي قبل بس ما نكمل دي ايه دي ديبلة ديبلة تفيرة طلع موضة الفترة الاخيرة جامد وفي منها اشكال كتير انا كنت جابها منها شيك 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 جدا انت ممكن تطلها لي بقى دهب واستخدمها ممكن انت اصلا تنقي خاتم دهبي وتقوليني انا كان عجبني الخاتم بس لو يبقى فضي بطلولك فضي دي عادي انا عايزك بس تجيبه شكل الدبلة انا عايزة لزق في الكاميرا بصراحة عايزة ورغلهم طحفة شيك قوي الدفيرة معمولة بطريقة طحفة جدا انت كمان عاملة كزا لون يعني عاملة اصفر وعملة احمر ايه ده مريك قوي الموضوع ده بس هو شكله طحفة في الاخر الفاينال حلو قوي طبعا طبعا بدخل الون في بعض ده شيك جدا حلو عجبتني فجرة الدبل برضو انت شغل ان حاسب تاعيك بصراحة مختلف جدا يعني في حاجات اول مرة فعلا انا اشوفها كل الشغل حلو طيب قولي لي هو انا ممكن اجيبلك حاجة دهب مثلا واقولك اعمليلي عليها ديزاين يعني انا في صورة بحبها او في حاجة او دلية او ممكن ممكن انت كمان تجيبيلي حجر اعملك عليها يعني تجيبيلي حجر انا بصنفره اعاهمل حجر ده حتة حجر عادية من الاحجار انا عايز اعملها حلق بتيتصنفر وبعملك وبعملك الشكل انت عايزها وبصممage وبيعملك كلك هو ايه لقع الدهب اي حاجة يعني انا ممكن احضت ده مسلا مع الدهب اه طبعا العقيق فعلا العقيق ينفع الدهب ممكن اللي ملياش علي الكريستال الحاجات اللي هي مش أحجار إنما الأحجار كلها تمشي عده أبو الفضة أي حاجة أي حاجة بس أنا الفضة يعني بحبها جدا مع اللولي مزيرة اللولي مع الفضة تحفة حتى معظم الناس اللي يقول لي دليات فضة إن أنا عمل لهم عليها عودة كانوا بيختاروا فعلا لما أنصحهم باللولي بيختاروا فعلا اللولي مزيرة أنا بحاول إن أنا أفكه عشان أوره لكم بصراحة ده قلنا ده عقيق ده عقيق مغربي مغربي ده فيه فرق طبعا العقيق العادي بيبقى لون واحد يعني تلاقي الحجر كله لون واحد العقيق المغربي تلاقيه ماسك درجات ألوان مع بعض يأمن لون واحد بدرجاته تمام ده أنهل أحسن وأنهل أفضل العقيق المغربي طبعا إنت مثلا لو لابسها طقم روز مثلا بتلبسي عقدة حجيك المغربي بقى جايبلك درجات الروز كلها تمام تمام آه آه فهمتك أنا بس عايز أوليكو بس الكليه عامل إزاي أهو عشان لو مش باين على الهدوم بتحسي أنه جاي من البحر يعني ألوانه من البحر أو كأنها صخور في الميا صح؟ شيد جدا جدا طبعا كالعادة الحديد إن حاس وما بيصديش مستحيل ولا ده بيصدي ولا أي حاجة خلص مستحيل الثلاثل نفسها نحاس وكل وقادي زي ما حديك شايفة كلها فيها ثلاثل عشان برضو أني تتحكمي في الطول هو أنا لو ما معايش فلوس وعايز أشتري منك ممكن أقولك أنا مثلا عجبني العقد ده قوي بس أنا ما معايش إلا كذا فلما سمحت يعمليلي كليه يمشي على السعر بتاعي ممكن طبعا طبعا أنت ممكن تقولين أنا يعني معايا قد كده العايز أعمل عليهم عقد وبعمل لك كل اللي أنت عايزيه طبعا بيبقى نفس الشكل بس مش نفس المتيريال أكيد طبعا المتيريال بيختلف أصلاك أنت يعني تكلفة الدواتي الخامات بيتغاء عليها كمان جدا ده تقيل قوي ده تقيل ده عقيق بقى عادي بصي اللون واحد ده فإنه جاي من البحر جاي من حتة كده كذا لون ده بيبقى لون واحد وحتلاقي الدلية حتى أنا بطلب الدهب فبتلاقي لون الدهب بالضبط إحنا كمان معنا صور فيه صورة من الصور هتيجي دلوقتي كنت قلت لي أن فيه واحدة بعطت لك شكل الكولي وانت عملت لها عليه الدزاين كامل قالت لي أنا عجبت لك الكولي ده قوي لو تقدروا يتعملوا لي بس أنا زعلنا أن أنا كان نفسي بقى طقمي كامل فأنت عملت لها أنا بقعت لها الصورة فاكراني أن أنا بقعت لها الصورة دي بقعت تالي تاني أيوة أنا شفت فعلا أن الصورة هي بالضبط بالضبط تيجي دلوقتي طيب قولي لي فيه برضو نوع من أنواع الخرز أنت كنت بتقولي لي ده مناسب قوي 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 في الثوريهات اللي هو النجومي حجر النجومي ده فين هنا موجود أنا كنت جايبة معي بس مش موجود هنا دلوقتي وسي وأنا كان نفسي أن أنا أقولولك هو حجر يعتبر إمتو زلع إي نفس الإيمة نفس الإيمة بس الحجر أنا الخرزة نفسها بتلمع يعني فعل أنا كنت شايف أن نجمة في السماء هو اسمه حتى النجومي حجر النجومي كأنه نجمة من السماء ده بيدي نفس الضي بتعليم لين هو في منه ألوان بس أنا اشتغلت بالبوني بتاعه حلو قوي والأسود بتاعه وهم بس هو مش تحس انهو على جليتر هو الخرزة نفسها بتلمع فعلا زي نجمة من السماء ده بقا لمطل جليتر ولا أي حجر نفسه طب ده حلو جدا ده يمشي في الصحرة جدا أكتر حاجة بتطلب مني في الصحرة مع اللولي مثلا الفيروز أكتر حاجة مع اللولي صهرة برضه الاتنين دول صهرة أساسي ده إيه ده فيروز ده الفيروز فيروز حجر عادي وحجر كسر الصغيرة ده اسمه حجر كسر كسر فيروز ده بيجي كده أصلا ده شيك جدا 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 بحاول أدور على الصورة اللي إحنا كنا بنقول عليها بس إحنا بصراحة الحاجة عجباني فأنا مش عايزش سيب الحاجة وأعطي تفرج على الصور بأمانة يعني حاجة حلوة قويل وده إيه؟ ده برضو الفيروس ده أنا بجيب الدليات بتتبعي الدلية كده على بعضها وأنا بجمحها بقى كده عقدة بتتبع أحجام أنا بدخل أحجام بنصقها مع بعض وعمل عقدة كده استنوا يا جماعة ده تحفة تحفة أنا جات لي الفكرة كده بعد ما عملته أن أنا حاسة نقصوا حاجة وعايزة حاجة رقيقة إيه ده؟ رحت جايبة الورد ده اللي بتعامل منه البكيهات بتاعت الشيك قوي ده شيك جدا ده صهرة وممكن مش صهرة أصلا اللي اللي الواحده عارف اللي اللي كمان أكتر حاجة أفروح عروصة بيبقى لفزتين الفرح أيوة أيوة يعني ده ممكن جزء واحد منه بس وتلبسه عروصة في الفرح مع الفستين ممكن أنا الصورة بتاعتي على الجروب دي كان أول عودة عملته كانت طلبها عروصة أدوار كده عمل شيك جدا بسي بصراحة شغلك تحفة عايزة بس أقول إن أغلى حاجة في الحاجات دي يعني أو أرخص حاجة إيه عندك في رينج الكامل يعني أنا رينج الشغلي بيبتدي مثلا عندي من مية وشوية امتين لغاية أغلى حاجة ممكن 800-900 بتبقى حاجات دالولي مزارة ده عحسب حاجة سبيشيال قوي دالولي مزارة فالأسعار كويسة جدا الخامات حلوة جدا تسلم إيدك أنت فنانة بجد والله حاجات إن حاس إبعد بطالي تعمليها لأن أنت مختلفة جدا فيها السكارفز كمان رائع جدا الماتيريا البتاعتها أنا شفت حاجات حراير فكانت وحشة في الصيف ده حلو قوي نورتيني أتمنى لفقرك تبقى أطول من كده بكتير بجد شغلك حلو قوي وده جزء صغير من كليكشن كبير قوي بإذن الله المرة الجاية إن شاء الله هيكون معانا شغلة أكتر من كده بكتير إن شاء الله نورتيني أنا مبسوطة جدا سبديني ولكمان والله بجد إن شاء الله حلقات تانية بإذن الله مع بعض وكليكشنز أكتر إن شاء الله استنونا برضو إحنا شوية صغيرين ورجعن لكم تاني مع فاكرة برضو مختلفة قوي موسيقى